أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بيكم في حلقة جديدة من قرآن دراسة وتحليل في الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن شخص اسمه وهب بن منبه الراجل ده راوي الإسرائيليات وأقدم راوي إسرائيليات الراجل ده يعني لي قصة كبيرة يعني أنا بفضل أنكم تشوفوا الحلقة السابقة لكن الأخ مالك هيتكلم معنا النهاردة عن الحلقة السابقة شوي لكن النهاردة في حلقة النهاردة هيكلم عن دوره وإيده البيضة في تفسير القرآن والسيرة أهلاً بك أخي مالك أهلاً بك أخت فرحة النهاردة يعني ممكن تكلمنا شوي عن وهب ابن منبه شوي عن الحلقة السابقة طيب أخت فرحة سأسترد بالدقائق المواضيع الرئيسية في الحلقة الماضية حتى الأخ المشاهد الذي شاهد معنا الحلقة الماضية أنه يتذكر المفاصل الأساسي وفي التكرار كويس والذي لم يشاهد يكون أنه أخذ فكرة أنه قد أخذ فكرة عن مضمون الحديث في المرة الماضية ولكن أرجو أن لا يعتبره أعفاء منه أن لا يشاهد الحلقة بالعكس نحن نشجع عن يشاهد الحلقة وفي كل الأحوال قادر الإنسان أن يتابع معنا بدون أن يشاهد الحلقة الماضية ما تطرقنا إليه في المرة الماضية قلنا بأن التاريخ الإسلامي كان لديه سلسلة من الرواة لدينا ابن إسحاق على سبيل المثال ولكن ابن إسحاق كان قبله يوجد من روا التاريخ من نقل التاريخ وقبل هؤلاء يوجد من نقل فلا يمكن أن يكون لدينا فراغ في نقل الأخبار والتواريخ عندما نرجع إلى المصادر الإسلامية وغير الإسلامية التي تبحث في مصادر التاريخ نجد أن الرواة الأوائل الذين نقل على لسانهم أخبار التاريخ بمعنى ما يمكن أن نسميهم الرواة الأوائل أو المؤرخين الأوائل ولكن المؤرخين شفاها عموما لدينا أربع شخصيات رئيسية أم مين؟ ابان ابن عثمان هو شخص من التابعين ولد سنة عشرين هجرية بمعنى ولد بعد وفاة محمد لدينا أيضا شخص عروة ابن الزبير أيضا هو من التابعين الذي نقل على لسان أحداث تاريخية ولدينا شرحبيل ابن سعيد أيضا ولكن هؤلاء السلاسة هم ينتمون إلى المدينة بمعنى ينتمون إلى المهاجرين أو الأنصار والشخص الرابع هو موضوعنا وهب ابن منبه هو شخص لا ينتمي إلى هذه المجموعة هو شخص من بيع تغرافية وثقافية مختلفة وهب ابن منبه أيها قدم أو والده قادمة من اليمن واعتنق الإسلام سنة عشرها هجرية وهو ولد سنة 35 هجرية ويقولون أنه ولد في عهد عثمان بن عفان في عهد عثمان بن عفان فوهب ابن منبه بمعنى هو من بيع ثقافية مختلفة وجغرافية مختلفة هو حمل معه أشياء أهميته أنه حمل أشياء جديدة للتاريخ الإسلامي هو رجل كان من أصول يهودية بعض الرواية تقول أنه أصول يهودية طيب ولكن الثابت أيضا بكل الأحوال أنه والده جاء من فارس بمعنى أنه أصول الأخذة من فارس أي والديانة المرجحة أنه كان يهوديا أي الأخبار تفيد بأنه كان يقرأ الكتب المقدسة وحتى أنه روي على إسانه أنه كان يقرأ 30 كتابا قرأ أو البعض يقول أنه 70 كتابا من كتب الأنبياء يقصد بها طبعا الأسفار الكتب المقدسة كان يوجد اللغة العبرية والسوريانية وآخرون يقولون أنه كان يوجد اليونانية واللغة الحميرية فإذا كان وهب متمكن من لغات لكتب مكتوب فيها كتب مقدسة لاحظي اللغة العبرية اللغة السوريانية اللغة اليونانية بمعنى هو قادر بسبب معرفتي بأكثر من اللغة طبعا علاوتي عن اللغة العربية هو قادر أن يصل لأكثر من مصدر كتابي مقدسة طيب أخي مالك بما أنه عنده اللغات دي وكان على دراية بالكتب المقدسة هل طبعا كان ليه إيد بيضة في موضوع تفسير القرآن نعم وهنا نقطة الهمية خلينا نبتدي من هنا الأهمية أنه قلنا أنه لدينا أربع مؤرخين الجيل الأول من المؤرخين ربان ولدينا الشرحبيل ولدينا عروة بن الزبير ولكن هو تميز بأنه أدخل ما يسمى القصص الكتابي أو الإسرائيليات في عالم التفسير عالم التفسير كان على الشكل التالي القرآن يذكر قصص شخصيات نفرض شخصية موسى أو يوسف أو نوح أو أي شخصية يسر التفاصيل ولكن هذه التفاصيل غير موضحة المعالم عندما نقرأ على سبيل المثال قصة المواردة في صورة قصص عن قتل موسى للمصري القرآن يذكرها بدون تفاصيل كافية نقطة كده نعم وهو يذكرها بمعنى نشرة موجزة نشرة موجزة حاجة غير مفهومة فالمفسرون عندما نأتي للمفسرين لنرى ماذا شرح وماذا كتبوا على الأغلب نجد أن وحب ابن المنبه هو الذي قدم إضاحات وإضاءات على القصة الخرآنية فقصة مثلا التي ذكرنا في القصص بشأن قتل مصري على يد موسى هذه وضضيحة طبعا من وحب قصة أخرى كيف مثلا تم تفجير موسى للعيون على يد موسى أيضا وحب في صورة البقرة 233 أنا فكرة أول ما قلت التفجير أنا قلت حصل في مصيبة أنا قلت أخرى من حد فقر نفسه زمان لا رائع نشكر رب ما كان في ذلك الوقت يوجد المتفجيرات بس تفجير الينبيع الينبيع أو العيون نعم على الموسى التي واردة في صورة البقرة الآية 233 فكثير من القصص عندنا دراسة أعتقد كانت هي رسالة جامعية آه عنوان وحب ابنه منبه هذه عنوان دراسة وحب ابنه منبه ودوره في الكتابة التاريخية ده مين العمل شخص كنته زغزوق أعتقد كانت رسالة جامعية بالأصل آه كان يرجع للتوراة والإنجيل للتوضيح لحظي أن هذا الرجل الوهب كان يرجع للتوراة والإنجيل لماذا؟ للتوضيح للتوضيح وللكشف عن كثير مما طواه القرآن هذه العملية عندما يرجع العالم المسلم أو المسلم أو المفسر إلى التوراة والإنجيل لتوضيح كثير مما طواه القرآن بمعنى مما كتبه بشكل مختصر أو مختزل هذه العملية تسمى في الأدب الإسلامية الإسرائيليات آه دي الإسرائيليات نعم فإذا هذا الرجل عندما كان يقتلزب إلى التوراة والإنجيل للتوضيح واللكشف عن كثيرا مما طوال قرآن حيث كان يورد يقصد فيها القرآن هذه الأخبار موجزة للمقارنة مع الكتب القديم هو يقاني عن الكتب المقدس بالكتب القديم فإذا بدون التوراة والإنجيل الحاجات المطوية اللي في القرآن ما كانت شاتت فيه نعم المكتوب بطريقة مختصرة ومختزلة وبطريقة أحيانا مبهمة لم تكن لتفهم بدون الرجوع إلى التوراة والإنجيل وعب ابن منبه هو يعتبر من أوائل من الأوائل الثلاثة ربما الذين رجعوا إلى التوراة والإنجيل لإضاح ما في القرآن كان عنا شخصية كعب الأحبار وفي عنا كان شخصية شربة ابن عبيد ولكن يعتبر وهب هو الأبرز لأنه وهب هو واضح ذو ثقافة واضح ذو ثقافت عليه أول وهو قدم تفاصيل ودخل على نصوص مختلفة من القرآن وقدم إضاءات وإضاحات مستندة إلى الكتاب المقدس فلوهب دور ويد طولة في المساعدة في فام التفسير في المراحل الأولى طيب أخي مالك وهب كان يهودي أسلم نعم تمام يعني بالنسبة لل يعني أنه يأخذ من الكتب المقدسة بالنسبة للمسلمين الكتب المقدسة دي في منهم كتير بيقولوا إنها محرفة إزاي يأخذ من كتب محرفة صحيح الطريفة أعطفنا على سؤالك فيما كان بنفس الدراسة بحدثنا صاحب الدراسة على أن قصة الخلق المواردة في القرآن بما هي قصة أيضا في القرآن مختصرة لما بنرجع لروايات الإسلامية نكتشف أنه وحب مفصل فيها ومستند للتوراة في التفاصيل الواردة في قصة الخلق المواردة في سفر التكويل فإذن وحب كان كثير يرتكز وكان العلماء لا يروا في ذلك عيبا لا يرون فيها حاجة لأنه تساعد على فهم القرآن لا يرون حتى هذا الشاهد يقول أنه كان يرجع للتوراة والإنجيل للتوضيح والكشف إذا كانت عملية ضرورية للتوضيح والكشف على الشيء الموجود في القرآن فلما كانت المسلمون يعني لو هم بيعتقدوا أن الإنجيل وطوراة محرفين في الحقيقة عنده وحب قراءة منطقي لموضوع التحريف ما يسمى التحريف الكتاب المقدس يقول وحب عن وحب ابن منبه ماذا يرى بخصوص التوراة والإنجيل أو الكتاب المقدس ما هو رأي وحب وناس آخرين غير وحب يقول عن وحب ابن منبه أنه قال أن التوراة والإنجيل كما أنزلهم الله لم يغير منهم حرف لم يغير منهم حرف نعم أن التوراة والإنجيل كما أنزلهم الله تعالى لم يغير منهم حرف ثابتين و لكنهم يضلون كيف يضلون بالتحريف والتأويل والكتب كانوا يكتبونه من عند أنفسهم ويقولون دي من عند الله نعم يقول أن ذلك من عند الله يعني بمعنى هو يتهم أن البعض أو اليهود قاموا بالتحريف من خلال عملية التأويل أو كتابة أشياء غير موجودة والضياء نهازي من عند الله استنى بس الحتة دي معلش عشان ما نجريش في الحتة دي يخليه بيقول كده أن الكتب اللي نزلت من عند الله اللي هو الإنجيل والطورة ما تحرفش فيهم حرف واحد بالعكس يقول لم يغير منهم حرفهم بالزبط اللي تعامل في التأويل و كتب تانية كتبت تانية من عند أنفسهم نعم ملاحظي نقطة بس أحط ملاحظة فقط ملاحظة و يقولون يقول سنهاية اللي حطها فقط بينما من عند الله و ما هو من عند الله هاي قرآنية بالمناسبة اقتباس و نضياء هاي قرآنية ممكن يكون مضاف هاي القرآنية اخت فرحة موجودة في سورة العمران آية 68 هاي قرآنية آية 79 فيقولون إنه من عند الله و يتابع و يتابع كلامهم لا وحب ابنه منبه فأما كتب الله هاي قرآنية هاي قرآنية تماما فأنا محفوظة لا تحول محفوظة يا جماعة محفوظة سلام وبأن النبي صاد كان يقول اليهود الزمن لم أأتوا بالتوراة فأتلوها إن كنتم صادقين يا تسعي طب ما كان حسب الروايات الإسلامية إنه محمد كان يطلب اليهود تعالوا احضروا التوراة اتلوها وهم يمتنعون عن ذلك يقول طيب لما كان محمد يطلب أنه التوراة ما كانواش بيجبوه إذن فلو كانت متغيرا إلى موافق مرامهم ما امتنعوا قال طيب لو كانوا فلا مغيرين محرفين في الكتابة ما كان جابوا بسهولة منطقيا ولكن بما أني عن أخبار تقول أنه محمد طلب أنه الاتيام بالتوراة وهم نمتنعوا فإذن ما كانت محرفين ما امتنعوا بل وما كان يقول لهم ذلك رسول الله وحتى أني محمد ما كان رح يطلب منه لو يعرف أني موجودة عندهم هي محرفة لأنه يعود على مطلوب الشريف والأبطال فأني بمعنى محمد لما بيطلب من الناس أعتوني بالتوراة وواثق أنه لديه التوراة غير محرفة التوراة الصحيحة هو غير يعني ما عنده الشك أني في شي محرف فكان محمد واثق بعدم التحريف وهم يعرفون أنه ليست محرفة يعني التخليص كده الجزئية دي أخي مالك أن واحد بيقول أن الكتب اللي نازلة من عند الله التوراة والإنجيل ما تحرفتش ولا حرف واحد ولا تم تغييره والدليل عنده من الأدلة اللي عنده أن النبي لما كان بيقول لهم تعالوا هاتوا التوراة لو كانوا محرفينها كانوا جابوها لكنهم ما كانوش بيجبوها علشان يشوف الفرق اللي بينهم صح؟ صحيح يعني الغريب بقى واللي لافت للنظر أنه في العلماء المسلمين مختلفين في موضوع التحريف لا سبب نحن كلياتنا نتوقع بوجود الثقافة السائلة وحديث الرأي بأن أيضا موضوع التحريف الكتب المقدسة على أن هاي موضوع ثابتة في القرآن على أن القرآن مؤكد بالنسبة لها وأن الفكر الإسلامي متفق على الكتب المقدسة محرفة ولكن هذه المقولة الإدعاء بأن الكتب المقدسة محرفة هذا الإدعاء محل نقاش واختلاف بين العلماء ليس فقط وهب من يقول هذا الكلام ولكن إذا رجعنا لتفسير الألوس على سبيل المثال والألوس يعمل عملية ما يسمى إحصائية أن يطرح أني بعد ما يحضر أو يقدم الكلام عن وهاب يقول أنه فعلا فيها الاختلاف يقول ومن حرف واختلف الناس في أن المحرف كان يكتب في التوراة أم لا يعني صار فيه نقاش بين العلماء المسلمين هل التحريف كان موجود في التوراة أم خارج التوراة ففيه مجموعة قالت أن التحريف في الحقيقة ما كان في التوراة عملية التأويل النصوصي التحريف التأويل هو التحريف وهي المجموعة التي كان ينتمي إلى وحب وآخرون غير وحب وفيه طبعا مجموعة قالت لا التحريف كان موجود فعلا في الكتاب بنفس الكتاب المقدسة وأن إدعو أصحاب المجموعة بمعنى قصة محمد طلب التوراة بمعنى يهود يمتنعوا قالوا هذه المجموعة أن يوجد نصوص محرفة عند البعض وفي نصوص غير محرفة ولكن متلحظي أن الادعاء بالتحريف حتى لا له أساس ضمن فكر الإسلامي حتى الفكر الإسلامي وقف على أرض غير صلبة لأن النص القرآني لا يقول بذلك الشهاد التاريخي محمد عندما طلب الاتيام بالتوراة من قبل يهود أيضا ما له أساس تاريخي بمعنى لا يقف على أرض ثابت لا يقف على قدمين قويتين ولكن الادعاء مهزوز طبعا الادعاء مهزوز حرف يا أخي مالك يعني بعيدا مش هنرجع للنقطة دي تاني بس عايزة أقول لك أنه ما فيش آية واضحة صريحة بتقول إنجيل اتحرف مثلا ما اعتقدش إن فيه حديث واحد بيقول إن إنجيل اتحرف يعني القرآن اتكلم في حاجات كتيرة ما جاش على حاجة مهمة زي دي النقطة اللافتة للنظر لو أنت فكرت لو فكرت أني تقبلي ادعاء تحريف القرآن خلينا نقف ادعاء تحريف كتاب المقدس خلينا نقبل مع المسلمين نظريت أن الكتاب المقدس مخرف ونطلب منهم ما يعتمدوا على الكتاب المقدس في فهم قصص القرآن رح نكتشف إنهم في مشكلة كبيرة بالزبط هم المحتاجين نعم لأنه كيف سوف يفسرون القصص التي جاءت موجز لكم المبهمة المبهمة التي يأتي الشخص مثل الوهب وأمثال الوهب للتوضيح والكشف عن مقاتب ما طوها القرآن يعني بدون يعني لو نحن قلنا لو نحن نقبل هذا الادعاء نرجوكم نحن وافقنا اسحبوا كل اللي انتو خدتوه من كتاب المقدس بالزبط كتا ووروني شطرتكم بقى بدون المحرف مش محرف بتسهش جدوا بالمحرف لماذا تتوضيحون بالزبط فهم في أزمة كبيرة لها سبب ووهب وأمثال ووهب يدركون أن القلب التحريف في مسألة معقدة مسألة خطيرة كمان لأنه تصيب يعني لأنه تصيب بتفسير القرآن في مقتل بالزبط تصيب شرح القرآن في مقتل بدون الكتاب المقدس هم غيروا قادرين على شرح القصص القرآني طيب أخي مالك ووهب كان لي ثقافة في الكتاب المقدس تمام إزاي استخدم الأمر ده في خدمة التفسير نعم عنا مثلا عنا أمثلة كثيرة أني لما يأتي القرآن في نصوص قلنا أن القرآن أحيانا يأتي بقصص موجزة ومختصرة فتأتي رواية أمثال ووهب بغيرة لتوضح وتضيف إلى عناصر بخصوص مثلا خصص موسى على سبيل المثال وقصة موسى في مصر ولكن في عنا أشياء في القرآن مبهام غامضة بالمطلق يعني على سبيل المثال الآية رقام 259 وهي آية طويلة مصورة البقرة تقول أو كالذي مر على قرية واي خاوية على عرشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فماته الله مئة عام ثم بعثه طيب السؤال من هو الذي ده السؤال المهم لا يوجد اسم عن الذي لو كانت محرفة جاءوا جاءوا بلنا الكلام طيب وأي قرية فين طيب فماته الله مئة عام سمع بعثه قال كم لبسته قال لبسته يومان لآخر قصة طب من هو الشخص ومن تحدثه في أي مكان وزمان لا يوجد في هذه الآية أي إشارة في أي زمان ومكان ومع ذلك عندما تذهب إلى التفاسير تجد أسماء تجد شخصيات تجد أسماء قرى حاولوا يستقوها من الثقافة الكتابية وحب ابنه منبه له باع في شرح الآية وحاول أن يقدم لها الشروحات ولكن الطريف أنا أريد أن أقول أنه وحب يقول أن هذه القصة متعلقة بإرمية النبي إرمية النبي نعم ويقول بعدما حاول يشرحها القصة ويشرح أن هذه الحدث صارت مع إرمية وتفاصيل ذلك بغض النظر عن مدى يعني دقة دقة الكلام اللي بيقوله ولقل لعظي ماذا يقول يورد يقول بعدما يتحدث يقول بالحرف فيما بعد بعدما أحيا بعدما أحيا الله لهذا الشخص يقول هو بالحرف وحب ابنه منبه أن الله قال على إرمية يعني دي نبي نعم ماذا قال لإرمية الله قال لإرمية أدي نبي نعم حسب تفسير الورد في طبري عن لسان وحب ابنه منبه يا إرمية قبل أن أخلقك اخترتك ومن قبل أن أصورك في رحمة أمك قدستك ومن قبل أن أخرجك من بطن أمك اخترتك حل هذا ما يشرح لنا وحب ابنه منبه الكلام بخصوص إرمية ولكن متلعظي أني من أين أتى هذا الكلام تفسير القرطبي من وحب ابنه من أتى هذا الكلام أكيد من سفر إرمية من سفر إرمية نعم هذا الكلام موجود في سفر إرمية في الصحة الأول من عدد أربع لعدد خمسة ماذا يقول؟ فكانت كلمة الرب إلي إرمية حدث قبل ما صورتك في البطن عرفتك وقبل ما خرجت من الرحمة قدستك لحظي شبه حرفيا من الرحمة أمك جعلتك نبيا للشعوب لحظي أخت فرحة يعني بدون استناد وحب على الأهد القديم وبنين إرمية ما كان قدر يأتي بموضوع اللي وارد في تفسير الطباري فتفسير الشهاد لقدم الطباري على لسانها بأنه حدث مع إرمية هو نفس العبارة الموجودة الكتابية في صفر إرمية شفت يعني لولا لولا وحب ابن منبه ما كانوا عارفوا من ده ولا كان نحن قادرين نعرف القصة اللي وارد في سورة بقرة 259 من هو الذي مر على قريس ويخاوية بدونها طيب نحن نقول إن هذه قصة حقيقية ولكن وحب يسلط أضواء على غوامة القرآن بالاستناد إلى الكتاب المقدس طيب وحب دخل في التفسير من ناحية العهد الأديم في حاجة من العهد الجديد طبعا على سبيل المثال وحب يقدمنا جملة يقول أنه فعلنا جملة موجودة يشرحنا جملة نقلا ماذا يقول وحب فماذا قال إله مقولة في المصادر يقول وحب لحظة لكلام علي سانواب دخول الجمل في سم الخياط أي ثق بالأبرة أيسر من دخول الأغنية الجنة هين عبارة لحكاوها ده نفس الكلام تقريبا لأله المسيح وهي عبارة موجودة في المصادر الإسلامية عرفيا موجودة في إنجيل متى لصحة 16 لعدد 24 الإنجيل وأقول لكم أن مرور جمل من ثق بالأبرة أيسر من أعنات خلغاني إلى ملكة الله حتى الثقافيا لما بيقدم وحب للناس نوع من المعيزة واضح أن وحب يقدم له النوع من المعيزة لما يقول لهم أن دخول الجمل في ثق بالخياط أو يسمي الخياط أيسر من دخول الأغنية الجنة هو يقتبس حرفيا بدون الإشارة إلى مقولة المسيح أن مرور جمل في ثق بالأبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكة الله يبقى إذن وحب ساعد في تفسير القرآن نعم في الحاجات الغامضة في القرآن لما جاب من الكتب المقدسة وحطها وشرح أكتر لكن في السيرة بقى ساعدته إزاي الموضوع طبعا حتى يمكن لحظ أن يقدم فقط شاهدا واحدا على موضوع التفسير القرآن هو موضوع إرمية أو السوق الآية 259 ولكن في الحقيقة يوجد الكثير تفسير ولكن الوقت لن يتسع لذكر الروايات التي شرحها وهب وهذا النموذج آخر موضوع كيف وهب قدم نوعا من الموائزة بالاستناد إلى ثقافة أيضا كتابية نقلنا على قوال المسيح بالنسبة للسيرة سيرة النبوية أيضا لوهب أنا ممكن أن أعتبر أنه وهب هو رائد يعني رائد عملية تجزير محمد كتابية كيف تجزير محمد كتابية بمعنى ربط جعل شخصية محمد شخص نبي بها الأنبياء آآ يعني يعني فسرها شوية الله يسر تلاحظي أن المسلمون يقولون بأن الكتاب المقدس في النبي ينبع النبوات عن النبي عن محمد فهمتك أنا نعم أنه في سفر الفلاني يوجد نبوة عن محمد في سفر حجي على سبيل المثال يوجد نبوة عن محمد أنه اسمه مشتهي الأمام على سبيل المثال السفر الفلاني عن محمد نشيل الإنشاد وعلى آخر فلو نلاحظ أنه سفر يعني فلان وفلان ولكن إذا تطبعنا حتى الآن لم أعثر عن شخص أقدم شخص هو الذي ربط أو قام بهذه هذه العملية أقدم شخص هو وهب من النبي يعني فبالحاله يكون هو وهب من النبي الرائد الأول أو المعلم الأول الذي أدخل فكرة أن الكتب المقدس يتنبع عن محمد لاحظي هذا الشهد اللي موجود شهد واحد عشان نقدر طبعا شهد واحد الموجود في طاريخ الطبري يقول في دلاء النبوة للبيهقي ماذا يقول عن وهب ابن منبه كلام كتير قال أن الله لما قرب موسى نجيا تكلم مع موسى قال ربي إني أجد موسى يقول الله أني أجد في التوراة أمة خيرة أمة أخرجت للناس يعني فعب يسأل يأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمكر لاحظي حتى النص آية قرآنية ويؤمنون بالله فجعلهم أمتي قال الله تلك أمة أحمد قال لا هذا نقطة قال ربي إني أجد في التوراة أمة إذ هم أحدهم بسيئة لم تكتب عليه فأنا عملها كتبت عليه سيئة واحدة وإذ هم أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت لهم حسنة فأنا عملها كتب له عشرة أمثال لسبعمة ضعف فجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد أيوة فنحن نشوف يا أخت فرحة أني وحب ابنه منبه أيضا جعل روايات على لسان الأنبياء تنبع عن مجيء محمد فإله الفضل بمعنى هو الذي فتتح باب ربما أعتقد أنه أقدم من فتتح باب أني في نبوات عن محمد عن محمد وأن الأنبياء سواء موسى وفيما بعد قدمه صارف دراوي الإسرائيليات نعم راوي الإسرائيليات إذن وحب له فضل أنه ربط محمد بالتاريخ الأنبياء كان شخصية محمد شخصية غير مرتبطة بأي نبوة أو أي تاريخ وحب وحب ربط شخصية محمد بشخصية الأنبياء السابقين طيب هذا فضل كبير طبعا طبعا طب ممكن يعني بسرعة كده تدينا ملخص للحلقتين طيب الملخص القائم على شكل التالي أنه نحن في الحلقة الماضية تحدثنا على أن وهاب هو أحد الجيل الأول من رواة التاريخ الإسلامي ولكن هو يتميز أنه أتى من اليمن وليست أهميته أنه من اليمن أهميته أنه جاء محمد بالثقافة دينية هو كان يهوديا محمد بالثقافة كتابية لأنه كان يجيد وكان شغوفا بقراءة الكتب المقدسة حتى قيل أنه كان دائما عنده أخ يزب للشام ويأتي له بالكتب وهاب فيما بعد عندما أجل وكتب النص القرآني كان النص القرآني يحتاج إلى ملع فراغات في الشرحات فأجا وهاب بهذه العملية شرح النص القرآني من خلال كتب المقدسة النقطة الثانية شرح النص القرآني في كتب المقدسة وفضل ثاني المهم عندما دخل يتناول سيرة محمد وضع في سيرة محمد قصص تجعل أن محمد ينبع عنه في الكتب السابقة ربط محمد في تاريخ الأنبياء وهذا فضل كبير لوهب ابن منبه شكرا أخي مالك وهذا فضل كبير لوهب ابن منبه للمسلمين شرح لهم الغامض في القرآن وجاب لهم من الكتب المقدسة صحيح مش كل حاجة جايبة وبالصح لكن كان معتمد على الكتب المقدسة عشان يشرح لهم الغامض عندهم راوي الإسرائيليات بشكركم جزيلا وانتظرونا في الحلقة القادمة من القرآن دراسة وتحليل اشتركوا في القرآن 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 اشتركوا في القرآن